عن غضب لللاعبين وميلنا بقيت بتمثل جيل وقطوع كده جميل يا ناصر بسرعة كده لان فضلنا دي او نص قل لي تشكيل للأهلي كنت لسه اقول للأستاذ جمال لا اتفضل بقى كابتن ناصر تشكيل الأهلي للأهلي طول عمره ان شاء الله يعني بإذن الله يعني بإذن الله الأهلي والزمالك ان شاء الله ينتصروا وان شاء الله يصعد الأهلي ويفرحنا وطبعا الأهلي صعد بس ايه بنقول ياخد طارو من سنبا بالنسبة للزمالك ان شاء الله ساري الكروي ان شاء الله زمالك ينتصر ويفعد والترج يقدر يدينا الامل بفوزه على المولدية والترج فريق كبير بالنسبة للأهلي وتشكيله الاهلي هيغيب بس عنه ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم اه وطبعا هيبقى بدر بنون ان شاء الله مساك وهيبقى المساك التاني اللي معاه هيبقى أيمن أشرف أشرف وعندك هيبقى محمد هاني باك يمين هاني وهخليني بس السنة على الباك الشمال هكمل التشكيل قاله ديانج وعمر السولية ديانج السولية ماشي وهنيجي قدام عنبك أجايه ما يضعش يستغل عنه في مباراة هي كده أجايه ماشي وممكن يبدأ بيسر بأحسن الشحات ان شاء الله يمين أحسن الشحات ماشي وقفشة طبعا وقفشة وقفشة ماشي والمروان محسن ومحمد شريف مروان وشريف كده بقى اتناشر يعني ليه اتناشر شريف مروان اتنين أجايه الشحات أربعة أفشة خمسة ديانج ستة سولية سبعة هاني تمانية أشرف تسعة بدر منون عشرة ياسر إبراهيم حداشر اللي هو محمد باك شريف يعني والشناوي يا إبا يبا 18 من غير جون خلاص يبقى محمد شريف مش موجود ويبدأ يشتغل على مروان محسن يبقى نشيل محمد شريف مين الباك شريف يا صديقي وعندك ومش عارف الأهلي عنده مين تاني للأسف أنا مش حاضرني باك الشمال عنده بيكهم يلا مفاجأة هو ساعدك في حل الأسئلة بيكهم أحمد بيكهم بيكهم لعد في المكان دا لعد في المكان دا